جدد نائب رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية هنغاريا جاكاب استيفان اليوم الأربعاء برباط تأكيد دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية بلاغ لمجلس النواب أوضح أن المسؤول الهنغاري الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة على رأس وفد هام عبر عن هذا الموقف خلال لقاء عقده بمقر مجلس النواب مع رئيس المجلس رشيد طلب العالمي البلاغ أضاف أن السيد استيفان جدد تأكيد أيضا على دعم بلاده لمبادرة الحكم الذات التي تقدم بها المغرب كحل نهائيا للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية مشيرا إلى أن الجانبين ثمن خلال هذا اللقاء العلاقات التاريخية المتينة التي تجمع المغرب وهنغاريا كما أعربا عن تطلعهما لإدفاء المزيد من الدينامية على علاقات التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين سواء على الصعيد الثنائي أو متعدد الأطراف